السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وبسم العلم وما دام العلم من الإيمان فبسم الإيمان وما دام الإيمان من عند الله فبسم الله الرحمن الرحيم سوف نستعرض اليوم مجموعة من الصور ألا وهي سورة العصر وصورة الهمزة وصورة الفيل وصورة قريش وصورة الماعون وصورة الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك مالحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله